تنشد عائلة طهري وزير الصحة والمحسنين مساعدة ابنتهم إيناس صاحبة الأربع سنوات التي عصيبت بارتفاع الضغط الدم تسبب لها بفقدان بصرها منذ ولادتها للإشارة فإن الطفلة إيناس تقتن بولاية عين تيموشان تفاصيل مع كمال بوعز عبيد وورد أقشيش إيناس طهري صاحبة الأربع سنوات من بلدية وادي الفضة ولاية الشلف ولدت بعينين جاحظتين حرامتها من نعمة البصر وهي في عمر الظهور بسبب ارتفاع ضغط الدم زادت بهذا المرضي قولوا له كنتم تبعها مصطفى باشا كما يقول لك وانا نجري وانا نجري لحقا تلدار جح تبغى وينحولها عينها قالوا لي صايني شفوه من الدم عصاين أديتها للجلفة أعطوني هذا كوزة رجعت بنتي كما نقوله الحمد لله تتخايل شوية لم تجد العمليات الجراحية الأربع التي أجرتها إناس نفعا حيث يناشد أبواها المحسنين التكفل بالأقلها للعلاج في الخارج درت لها ثلاثة أوبراسيو في مصطفى باشا ودرت لها عند في وهرن عن تشيالي درت لها ثلاث خاطرات من تنجح الأوبراسيو بالتعاوى وتطلع لها لطنسيو وهذه المرة قال لي ما عندي من دلها الحوث بنتي أنا تشوف كيما يكي تشيرت الحوثة لها تقرأ الحوث مسكينة كي تخرج برا ما يضحكوا شوالها تشيرت ويجي ليبقى أمل إناس في الشفاء تنقلها إلى الخارج في انتظار من يأخذ بيدها فهل من معين